السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزات الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مالوستاد محمد البخار إذن ألقاكم اليوم في الحلقة الثانية من سلسلة جديدة الرمضانية سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان إذن اليوم إن شاء الله غضي تكون الحلقة الثانية وغضي نقرأ معكم ثمثاني من القرآن الكريم غضي خص إن شاء الله الحزب الثاني من القرآن الكريم دائما من سورة البقرة إذن مرحبا بكم وكنتمنى أنكم تشجعوني باش نزيد في هذه الفقرة ونزيد إن شاء الله نشارك معكم القراءة البسيطة ديالي اللي كانتمنى أنها تعجبكم وتستحسن المسامع ديالكم مرحبا بكم وزيدوا شجعوني بالشراك وتفعيل زر الجرس باش بقوصلكم جميع الفيديوهات اللي كان قد إذن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام المعدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وحاطت به خطيئاته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم مورضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم أتمنى لكم يوما سعيدا يوم ثاني من رمضان مباركا طيبا إن شاء الله بارك الله في أبدانكم وفي صحتكم وفي أولادكم شافان الله وإياكم اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسداد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس كي ييس لكم كل جديد القناة من فيديوهات حصرية إن شاء الله على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري إذن بالموازات مع الدروس والفروض والمتحانات الإشهادية في هذا الشهر الكريم والمبارك قررت أن أبدأ هذه السلسلة سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان خليتكم على خير ويوم صيام مبارك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة